كيف تكتب بارغراف عن ديلي روتين هتبدأ My names زائد الاسم اسمي يكون I live in زائد المكان I always get up at ثم الوقت أنا أستيكز دائما الساعة I usually walk to school with أنا عادة أذهب إلى المدرسة مع أشخاص أصدقاء مثلا I have lunch with my family أنا أتناول غداء مع أسرتي I do my homework in the evenings أنا أكون بعمل الواجب في المساء I do sports every day أو ممكن أقول every week أو ممكن أقول اليوم أنا ألعب رياضة بسلام كل يوم الاثنين I do sports every Monday I go to bed at ثم الساعة أنا أذهب إلى الفراش أو إلى النوم الساعة وأكتب الساعة مثلا I go to bed at 9 p.m. My family's daily routine الرoutine اليومي لأسرتي My name is Basmela اسمي Basmela I live on the second floor of the new block of flats with my dad mother grandma and two brothers أنا أعيش في الطابق الثاني في شقة جديدة مع أبي ووالدتي وgrandma جدتي and the two brothers وأخين I always get up at 6 o'clock أنا دائما بصحة ساعة 6 ساعة 6 on a school day في يوم المدرسة أو يوم الدراسة My mother always makes my breakfast والدتي دائما تقوم بعمل الإفطار الخاص به I walk to school with my two brothers أنا أمشي إلى المدرسة مع إخواتي الأولاد My father goes to work at 7.30 a.m. والدي يذهب إلى العمل الساعة السابعة والنصف He works in a school هو بيعمل في مدرسة Sometimes I walk to school with my father أحيانا أمشي إلى المدرسة مع والدي I never go to school late أنا أبدا لا أتأخر على المدرسة أو لا أذهب إلى المدرسة المتأخرة We usually have lunch at 5 together عادة نتناول الغداء الساعة الخامسة مع بعضنا البعض In the evenings في المساء I do my homework أنا أكون بعمل الواجب I often play chess with my grandma before I go to bed غالبا ألعب أشرة رنج مع جدتي قبل أن أذهب I study hard for my exams أنا أدرس بجدية للإمتحانات الخاصة بي I often listen to music أنا غالبا أستمع إلى الموسيقى We often go to the park at the weekends نحن غالبا نذهب إلى الحديقة العامة في عطلات نهاية الأسبوع I like to play on the grass there أنا أحب اللعب على العشب هناك شكرا شكرا شكرا